تبدو كما لو كانت مياها راكيدة وغير صالحة للشرب والاستخدام هذا ما تقوله الصورة غير انها في حقيقة الامر واحدة من محطات تعبئة المياه في مأرب يتزايد كل شيء في المدينة وتقل جودته وبالنظر الى اختلاف القوالب والمسميات والاشكال لهذه المياه الا انها تتشابه حد التطابق في الية الانتاج وطرق التعبئة هي اذا سوق كبيرة وبيئة مناسبة لعمل هذه المحطات فارتفاع درجة الحرارة وكثرة الطلب من قبل المستهركين فضلا عن كلة كلفة الانتاج وسهولتها جميعها عوامل دفعت بالبعض الى انشاء عشرات المحطات توزعت في المدينة حيث تضاعفت اعدادها مؤخرا بشكل ملحوظ لا يجد هناك رقابة ولا متابعة ولا تقييم للمحطات هذه بل تأتي التجارة والمستثمرون يقوم بعمل التعبئة المياه بدون اشراف تتهم السلطة المحلية هنا بانها السبب وراء هذا العبث المتزايد في المنتجات ورداءة جودتها وصلاحيتها من قبل المنتجين المهتمين بالربح والفائدة على حساب صحة المستهركين وهو ما دفع بالسلطة المحلية لتشكيل لجان مراقبة مشتركة من جهات عدة كلفت بالنزول الميداني والاطلاع على مخازن العقدية ومحطة المياه تقول المعلومات ان هذه اللجان توصلت الى ان اكثر المحطات غير صالحة للعمل نتيجة عدم امتلاكها افسط الامكانيات المطلوبة والمعدات الصحية نزلنا على المحطات الكوذر ومصانع المياه وجدنا صحيح فيه تكسير كبير وفيه نقص في المواصفات التي يجب ان يكون عليها محطة تنتج مياه صالحة للشرب طبعا بدأنا ملاحظاتنا حول ذلك كثير من اصحاب المحطات تجاوبوا معنا وبدأوا بالتعديل وفيه محطات تكسير هناك تكسير منهم حيلة ملفاتهم فيه ثلاث محطات حيلة ملفاتهم للنيابة الان وسط هذه التخوفات والاتهامات ترتفع اصوات الناس بضرورة تفعيل السلطات للدور الرقابي والمحاسبي في جوانب عدة لضمان منتجات ذات جودة عالية مثلت ماري بسوقا كبيرة وبيئة مناسبة للوافدين خصوصا المستثمرين بالاضافة الى انها فتحت باب المنافسة ومنع الاحتكار خير انها لم تفعل الدور الرقابي ما جعلها عاجزة عن مواكبة هذه التطورات المتسارعة في عمر المدينة خليل الطويل تناتب القيم مأرم